موضوع الدين والسياسة فيها مرة يمين مرة شمال مرة فوق مرة تحت بيجتمعوا هدول سوا وإذا اجتمعوا كيف شوف هذه المسألة دقيقة جدا يعني إحنا أنا برأيي معنيين يجب أن نبتعد عنهم ألا نذهب إلى المعنى المادي البحث اللي بيعيشه جزء كبير من عالم الغربي وبنظر للدين أنه بعيد عن الحياة وبعيد عن التدخل في شؤونها وأيضا أنا لست مع ذلك المعنى الذي يريد أن يجعل الحياة أو الدولة أو السياسة دولة دينية تعليمات وكتالوج على الإنسان أنا أفهم الدين كما يلي الدين منظومة قيم مجموعة قيم توجه سلوك الإنسان بطريقة صحيحة في كل مجالات الحياة يعني اللي بدي يعمل بالاجتماع بيكون فيه عنده منظومة قيم اجتماعية بتوجه عمله واللي بدي يعمل بالسياسة أيضا فيه مجموعة قيم بتنظم عمله السياسي فيه قيمة العدالة وفيه قيمة المساواة وفيه قيمة الاحترام للرأي وفيه قيمة الحرية هذه من أهم قيم السياسة ولذلك أنا لست مع معنى من يظن أن السياسة عبارة عن كذب وخداع ودجل وضحك على الآخرين واستثمار والعيب وفهلوة لا أنا أنظر إلى السياسة أنها بمعنىها الصحيح أنها تلك القدرة والموهبة التي يتمثل الإنسان في إدارة الناس وفي حل مشاكلهم وفي ترسيخ العدالة وفي حماية الحرية وفي صيانة حقوق الناس ووجدانهم ولذلك الدين بهذا المعنى الآن المعنى اللي بحاجة إلى التوضيح أنه ما في مجموعة دينية لا الدين إطار حضاري للأمة كل في مجموعات تشتق من هذه الفلسفة برنامج عمل هذا البرنامج العمل اجتهاد مش دين لكنه له مرجعية قيمية وأنا برأي أي عمل بدون مرجعية قيمية بصير بلا ضوابط بصير منفلة وذلك الإسلام هو فقط أوجد تلك المرجعية المعيارية للعمل هذا الاجتهاد المشتق وبرنامج العمل المشتق من هذه المنظومة القيام قد يفشل وقد ينجح لأنه كله قايم على الاجتهاد ولذلك اجتهاده وفشل ليس للدين ولا مرتبط بالدين ولا يجوز أن يسوق باسم الدين لا أنت هذا اجتهادك وعملك يستمد هذا البرنامج قوته من خلال قدرتك على حل مشاكل الناس وعلى تمثل القيم العملية على الأرض ولا يتمثل قيمته فقط بالشعار ولا بالغلاف ولذلك الدين مش غلاف ومش إدهان ومش صبغة ومش استثمار ومش تجارة الإسلام يريد أن هذه القيم للإنسان يتمثلها بعمله بسلوكي أن يكون أمينا أن يكون يحترم مشاعر الناس يقدرهم قادر على الإدارة قادر على حل مشاكل الناس قادر على إرسال العدالة بطريقة صحيحة والعدالة خاصة والآيات اللي ذكرت بالقرآن العدالة مع المخالفين أشد لأن أنت مع المحبين يمكن تكون العدالة بشكل ثمتك فطري لكن كيف تكون عادلاً مع من يخالفك من يخالفك بالدين من يخالفك بالمعتقد من يخالفك بالرأي والرأي ولذلك الآية ولا يجرمنكم شنآنوا قوم على ألا تعدلوا يعني عادلاً ممكن يكون السبب في عدم العدالة هو البغض أو الاختلاف ولذلك هذه المعاني الجميلة التي يجب أن نتمثلها سواء كنا في مجال السياسي في مجال العمل الخيري في مجال العمل التطوعي ولا نعتمد على الشعار في تسويق البرنامج هذا مش صحيح لا اعتمد على قدرتك على حل مشاكل الناس وأنا برأي هذه التجربة يمكن في تركيا كانت ناجح يعني مجموعة اشتقت برنامجه حتى ما قالوا على نفسهم المسلمين ولا نحمل برنامج الإسلامي نحن مجموعة من الأتراك نريد أن نحل مشاكل تركيا قيامهم ورجعتهم مستمد منها الإطار الحضاري الإسلامي وهذا الإطار الحضاري الإسلامي على فكرة مش لفئة من الأمة هو إطار حضاري للأمة بل نحن نقدمه للبشرية ولذلك المسيحيين وغير المسيحيين من الموجودين بالمجتمع الإسلامي هم بالإطار الحضاري العام جزء من الحضارة وجزء من الإنجاز وخليك على عقيدتك وخليك على مابتك لكن نحن نشترك بإنجاز حضاري ونموذجي نقدمه لأنفسنا ونقدمه للعالم برنامج ناجح بحل مشاكل الدنيا وبحل قضاياهم بأريحية وبنظافة وبقيم وبإيمان هذا فقط ولذلك في معنيين أساءل من الطرفين وأنا برعين معنيين مرفضين نعم